تستعد منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع السلطة المحلية في مديرية حيس بمحافظة الحديدة تنظيم وافتتاح معرض صور اليومين القادمين يكشف جرائم الذراع الإيرانية الحوثية بحق سكان المدينة المحاصرة ما يزيد عن عامين معرض الصور يقام بدعم من عضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي العميد علي الكنيني ويحوي نماذج من الصور اليومية في كل الانتهاكات من صور القتلى والجرحى المدنيين بالأسماء والأضرار التي راح ضحيتها المئات كما يصلط الضوء على الخراب في المنازل والمدارس والمستشفيات ودور العبادة وكل المنشأة الخدمية بالمديرية التي طالها قصف ذراع إيران ويهدف المعرض إلى إظهار الجرائم الحوثية حتى يطلع عليها المجتمع الدولي وأهمها لانتهاكات الستة الجسيمة يشار إلى أن هذا المعرض النموذجي هو الأول على مستويات المديريات المحررة في محافظة الحديدة